بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في فيديو سابق عن فوائد وأضرار ومحاذير استعمال جوست الطيب وأشرنا إلى أننا سنتحدث عن الحكم في تحريمها واختلاف آراء العلماء بين التحريم وجواز الاستعمال تعد جوست الطيب من أكثر أنواع النباتات والأعشاب الطبية إثارة للجدل استعملها البعض كمادة مسكرة ومسببة للهلوسة ووصل الأمر لمنع استخدامها في بعض الدول واهتم الدول كثيرة بالبحث والدراسة حول تأثير جوست الطيب على الإنسان والنتيجة فأنه على الرغم من خطورتها الشديدة على الإنسان فيتحمل أيضا فوائد متعددة والسر كله يكمن في الجرعات التي يتناولها الإنسان من هذه النبتة وقد تحدثنا في الفيديو السابق أنها مادة أشبه بالحشيش وتسبب الهلوس والضعف الجنسي الكامل وتؤدي للوفاة في حال تناول جرعات كبيرة أما عن حكمها فقد اختلف آراء العلماء فيها إلى قولين ذهب جمهور من العلماء على حرمة استعمال القليل منها أو الكثير اعتمادا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وذهب جمهور آخر إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد وقد صرح شيخ الإسلام ابن دقيق العيد المتوفي 11 صفر سنة 702 هجرية في مصر وله الكثير من المؤلفات في الحديث وعلوم الفقر أنها مسكرة وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة وتدخل تحت النص العام كل مسكر خمر وكل خمر حرام والحنافية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة وكل ذلك إفساد للعقل فهي حرام على كل حال وفي مؤتمر الندوة الفقهية الثامنة تحت عنوان رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية بعنوان المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء الذي عقد في الكويت في شهر أيار مايو 1995 ميلادية قالوا حرفيا المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين ولا حرج في استعمال جوست الطيب في إصلاح نكهة الطعام والكعب ونحوه ويحرم الكثير لأنها مخدرة انتهى اختباس ما ذكر في المؤتمر في الندوة الفقهية في الكويت وقد حرمت السعودية استيراد جوست الطيب على سبيل المثال أو مسحوقها الخاص والسماع فقط باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20% والله أعلم أحباءنا لقد نقلنا إليكم الحكمة في تحريم جوست الطيب واختلاف آراء العلماء بين التحريم وجواز الاستعمال ولا يوجد رأي موحد اتجاه هذه المسألة وإن كان الرأي عند الكثيرين هو الابتعاد عن الشبهات لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رواية الإمام مسلم بسنده عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لآخر الحديث أرجو أن نكون قد نقلنا لكم بأمانة عما ورد حول جواز أو تحريم استعمال جوست الطيب شكرا لكل حبائبنا من مشتركين وزوار على متابعتنا وتفاعلكم معنا وحبائبنا اللي عم يتابعونا وعجبتهم القناة من رحل فيكم باشتراككم بالقناة والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ونعدكم كما عودناكم دائما بالمفيد والجديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته